أهلا بكم هذا هو مطار هيثرو المطار الأكبر والأكثر استخداما في المملكة المتحدة لأسباب معقدة اعتاد هذا المطار على إرسال طائرة إلى مدينة كاردف عاصمة ويل ستة مرات كل أسبوع بدون السماح لأي راكب الصعود إليها على الإطلاق ما يجب عليك معرفته بخصوص مطار هيثرو هو أنه يحتوي على مدرجين للإقلاع والهبوط فقط بينما مطار شيكاغو أوهير الذي يستخدمه سنويا عدد مسافرين مساوي لمطار هيثرو يحتوي على سبعة مدرجات وبما أن العدد سبعة أكبر من العدد اثنين فهذا يعني أن مطار هيثرو يجب أن يكون هادئا وساكنا لكنه في الحقيقة مكتظ مكتظ جدا 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 لهذا السبب لا يمكن لشركات الطيران أن تقرر استخدام مطار هيثرو بسهولة بل يجب عليهم أن يملكوا إذن استخدام هذه الأذون تسمح لشركات الطيران الهبوط والإقلاع من مطار معين في وقت معين وهذه الأذون قابلة للتجارة والبيع ولأن مطار هيثرو هو المطار الرئيسي لأحد أكبر وأهم المدن في العالم هناك طلب كبير جدا من شركات الطيران لاستخدام هذا المطار هذا المطار يسمح بستماء وخمسين إذن استخدام فقط في اليوم الواحد ولأسباب اقتصادية هذا يجعل هذه الأذون باهظة الثمن على سبيل المثال حتى العام 2016 امتلكت الخطوط الجوية الكينية إذن استخدام يسمح لها بالهبوط الساعة السادسة ونصف صباحا والإقلاع الساعة الثامنة وخمسة عشر دقيقة صباحا من كل يوم هذه الفترة من اليوم هي الفترة الأكثر شعبية للإقلاع والهبوط وذلك بسبب وصول الطائرات الليلية من قارتي أمريكا الشمالية وآسيا أرادت شركة الخطوط الجوية العمانية إنشاء رحلة ليلية من مدينة مسقط حتى تصل لندن في الصباح الباكر لذلك اضطرت هذه الشركة شراء الإذن الذي تملكه الخطوط الكينية بمبلغ خمسة وسبعين مليون دولار هذا المبلغ كان أعلى مبلغ دفع لإذن استخدام في مطار هيثرو باقي الأذون التي تباع وتشترى كانت بمبالغ أقل من هذا المبلغ بسبب أهمية هذه الأذون وصعوبة الحصول عليها هناك بعض الشركات التي لا تريد أن تفرط في أذون استخدامها لهذا المطار بالطبع لا يمكن امتلاك إذن استخدام في مطار معين فقط من أجل حجزه وعدم استخدامه أبدا فمطارات العالم تفرض على شركات الطيران استخدام هذه الأذون نسبة 80% من المرات على الأقل وإلا سيتم سحب هذه الأذون وإعطائها لشركات أخرى وهذا هو سبب إنشاء الرحلة من لندن إلى كاردف في العام 2007 قامت الشركة البريطانية المتوسطة للطيران بإلغاء رحلتها من لندن إلى تشقند عاصمة أوزباكستان بسبب الحروب الأهلية في تلك الدولة هذا يعني أن إذن استخدام هذه الشركة لهذه الرحلة في مطار هيثرو أصبح فارغا كانت هذه الرحلة تقلع في الساعة الثانية وخمسة وثلاثين دقيقة مساء وتعود إلى لندن في مساء اليوم التالي من أجل الحفاظ على إذن استخدام يجب على شركة الطيران استخدامه بأي شكل وليس استخدامه لرحلة معينة بالتحديد لهذا السبب قامت هذه الشركة بإنشاء رحلة قصيرة في أصغر طائرة لها من لندن إلى كاردف بنفس موعد الإقلاع والهبوط لرحلة طشقند الملغية ست مرات في الأسبوع لكن شركة الطيران هذه فضلت خسارة هذه الرحلة بدلا من دفع مبالغ طائلة لشراء أذنات إضافية لاستخدام بوابات في المطار أحزمة للأمتع موظفين من المطار وغيرها من الأمور الأخرى شركة الطيران هذه لم تكن الوحيدة في العالم التي قامت بهذا الأمر لحماية إذن استخدامها في مطار هيثرو في العام 2004 قامت شركة كانتس للطيران بشراء أذني استخدام من شركة فلاي بي بمبلغ 25 مليون دولار كانت خطة هذه الشركة استخدام هذه الأذون لإنشاء رحلة إلى مدينة سيدني في استراليا عبر التوقف في دولة سانغافورا وفي الفترة الطويلة التي استغرقتها هذه الشركة لترتيب جميع الأمور الإضافية لإنشاء هذه الرحلة اضطرت هذه الشركة إلى استخدام هذه الأذون بأي شكل من أجل عدم سحبها منهم من قبل المطار كان خيار هذه الشركة هو إنشاء رحلة من مدينة لندن إلى مدينة مانشستر مرتين في اليوم وبناء على قوانين الطيران المعمول بها في العالم يمكنك فقط استخدام هذه الرحلة إذا كنت قد وصلت إلى لندن عبر طائرة لشركة الطيران نفسها هذا السبب يجعل هذه الطائرة تحظى براكبين اثنين أو ثلاثة كحد أقصى في كل رحلة هذا يعتبر أفضل من عدم وجود أي راكب على الإطلاق هناك الكثير من الأمثلة الأخرى لهذه الظاهرة وخاصة في فصل الشتاء عندما ينخفض عدد الركاب تقوم شركات الطيران بتقليص عدد رحلاتها البعيدة وتعويض الفرق بزيادة عدد رحلاتها القريبة في المسافة من أجل تقليل الخسائر شكرا لمشاهدتكم اذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس من أجل أن يصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر